تمكنت عناصر الدرك الملكي الثابعة للمركز الترابي أحد البراديا نوحي قليم الفقيه بن صالح من حجز كمية هامة من زيوت الزيتون المغشوشة وحسب مصدر المحلي فقد ذهمت عناصر الدرك الملكي بعد توصلها بمعلومات دقيقة عن وجود كوري بالمنطقة المذكورة حيث حجزت حوالي 8 أطنان من الزيوت المغشوشة وأضفت ذا المصدر أن صاحب المكان كان يعمد إلى خلط زيوت المائدة بأوراق زيت الزيتون وإعادة طحنها ثم بيعها للمواطنين وتابع المصدر ذات أن المصالح الدرك اعتقلت معني بالأمر وحجزت الزيوت المغشوشة والأدوات المستعملة في العملية قبل تقديمه للعدالة